دي المغرب الدولة الموجودة في شمال أفريقيا واللي بتعتبر كل المساحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي أراضي مغربية لكن لو بصنا على خرائط جوجل وقربنا شوية من المغرب هنلاقي ان في خط متقطع بيقسمها المنطقة الموجودة تحت الخط دي هي الصحراء الغربية اللي عليها مشاكل كبيرة واصرعات بقالها أكتر من خمسين سنة الخط ده متقطع لأن المغرب بترفض ان المنطقة دي كلها تكون دولة مستقلة لأنهم بيعتبروها جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية وبيرفضوا التفريط فيها مهما حصل أما جبهة البولوساريو اللي اتأسست لتحرير الصحراء الغربية فبتطالب بالمنطقة دي وبتعتبرها دولة مستقلة تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية وعشان نفهم ازاي ده حصل محتاجين نرجع لبداية القصة وبالتحديد في القرن السابع في الوقت ده وصلت الفتوحات الإسلامية للمنطقة واستقر كتير من العرب القادمين من شبه الجزيرة العربية في شمال أفريقيا والمغرب عشان يتم نشر الإسلام بين سكان المنطقة أما الصحراء الغربية الموجودة في الجنوب فكان بيعيش فيها قبائل صنهاجة الأمازيغية في الوقت ده انتشر الإسلام في الصحراء الغربية عن طريق تجار المسلمين اللي كانوا بيعبروا الصحراء باتجاه السنغال عشان يجبوا الدهب ويصنعوا العملات وعلى مدار سنين طويلة بعد كده بدأت كتير من القبائل العربية تستقر في منطقة الصحراء الغربية استقل المغرب عن الدولة الأموية عشان يتم تأسيس الدولة الإدريسية وخلال الفترة دي تأسست مدينة فاس عشان تكون هي العاصمة الجديدة للدولة بعد سقوط الدولة الإدريسية اتأسيت دولة المرابطين اللي كانت بتحكم المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا وغرب الجزائر والأندالس بعدها اتأسست دولة الموحدين اللي حكمت بلاد المغرب والأندالس حوالي 150 سنة وبعدها اتأسست الدولة الملينية اللي ما قدروش يسيطروا على كل الأراضي اللي كانت بتحكمها دولة الموحدين لكنهم وحدوا المغرب الأقصى وبدأوا في العبور باتجاه الأندالس للجهاد عشان يوقفوا زحف مملك أسبانيا ويكفحوا القرصانة خلال فترة حكمهم تجاوز البرتغالين البحر وقدروا يسيطروا على مدينة سابتا في 1415 عشان تكون البرتغال هي أول الدول الاستعمارية في العصر الحديث بعدها جات الدولة الوطسية في 1462 في الوقت ده نجحت أسبانيا في السيطرة على جزر الكناري وبعدها سيطرت على مدينة ميليليا في 1497 بعد سقوط الدولة الوطسية ظهرت الدولة السعادية اللي سيطرت على شمال غرب أفريقيا وأجزاء من غرب أفريقيا واستمرت سيطرتهم حوالي 150 سنة بعد الدولة السعادية جات الأسرة العلوية اللي بتحكم المغرب لحد دلوقتي في شمال المغرب تنزلت البرتغال عن مدينة سابتا لأسبانيا عشان تسيطر أسبانيا على مدينتين في الشمال هم سابتا ومليليا خلال فترة حكم السلطان إسماعيل بن شريف العلوي استعادت الدولة السيطرة على الصحراء الغربية ووصلت حدود الدولة لحد نهر السنغال وده من أهم الأسباب اللي بتخلي المغرب تعتبر الصحراء الغربية جزء من أراضيها في برلين في 1884 اجتمعت الدول الأوروبية عشان يقسموا أراضي أفريقيا بينهم نجحت أسبانيا في احتلال الصحراء الغربية وبعدها توسعت في الشمال عشان تسيطر على منطقة الريف المغربي فرنسا اللي كانت بتحتل الجزائر نجحت في احتلال موريتانيا في 1902 وبعدها بدأت تتدخل في شؤون المغرب لحد ما نجحت في احتلالها في 1912 عشان تسيطر أسبانيا على الشمال والجنوب وتسيطر فرنسا على المنطقة الموجودة بينهم في شمال المغرب تشكلت حركات مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي والأسباني وفي الجنوب تشكلت حركات مقاومة في الصحراء ضد الاحتلال الأسباني سلطان المغرب في الوقت ده كان بيدعم المقاومة في الصحراء بقيادة الشيخ ماء العنين عن طريق تزويدهم بالسلاح والمال مقابل الاعتراف بسيادة السلطان على الصحراء الغربية ومورتانية في 1956 استقلت المغرب عن فرنسا وأسبانيا خرجت أسبانيا من شمال المغرب لكنها رفضت تسليم مدينة سابتة ومدينة ميليليا عشان يفضلوا تحت الاحتلال الأسباني لحد دلوقتي بعد سنة من الاستقلال هاجم جيش التحرير المغربي الإسبان في الجنوب لكن أسبانيا ومعها فرنسا نجحوا في طرد المغربة وفي النهاية وافقت أسبانيا على التنازل عن إقليم طرفاية في مقابل وقف الأعمال العدائية لكن الصحراء الغربية فضلت تحت الاحتلال الأسباني في 1960 استقلت مورتانيا عن فرنسا في الوقت ده بدأت المغرب ومورتانيا يطلبوا بضم الصحراء الغربية لأراضيهم وفي 1962 استقلت الجزائر عن فرنسا الأمم المتحدة طلبت من أسبانيا إنهاء احتلالها للصحراء الغربية لكن أسبانيا فضلت موجودة عشان كده في 1973 تم إنشاء جابهة البولوساريو اللي هي الجابهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الزهب واللي كان بيتم دعمها من الجزائر وليبيا عشان يبقى فيه أربع أطراف بيطلبوا بالصحراء الغربية في الوقت ده المغرب ومورتانيا والبولوساريو ومعهم أسبانيا اللي بتحتل المنطقة وغيرت اسمها للصحراء الأسبانية واعتبرتها محافظة إسبانية الجزائر اتدخلت وشكيكت في ملكية المغرب للصحراء ودعمت بشكل كبير استقلال المنطقة وده خل المغرب تتكلم مرة تانية عن إن الجزائر بتسيطر على أراضي مغربية داخل حدودها وهي أولاية تندوف وولاية بشار وده خلت توتر يزيد مرة تانية بين الدولتين محكمة العدل الدولية قالت رأي استشاري بإن الصحراء الغربية لها روابط تاريخية مع المغرب ومورتانيا لكن الروابط دي مش كافية عشان يكون لأي دولة منهم سيادة على المنطقة وفي النهاية أصدرت قرار بيد سكان الصحراء الحق في تقرير مصرهم بنفسهم ملك المغرب الحسن الثاني رفض قرار المحكمة وأعلن عن مسيرة سلمية لاسترجاع الصحراء من الاحتلال الأسباني شارك في المسيرة الخضراء 350 ألف مغربي عبر حدود الصحراء بعد الضغوط الكبيرة اللي تعرضت لها انسحبت أسبانيا من الصحراء بعد اتفاقية مدريد عشان تسيطر المغرب على شمال الصحراء وتسيطر مورتانيا على الجنوب جابهة البولوساريو رفضت الاتفاقية اللي ما تمش دعوتهم لها وفي 1976 خرج آخر جندي أسباني من الصحراء عشان كده تاني يوم أعلنت جابهة البولوساريو إنشاء الجمهورية العربية الصحراوية وأعلنت بداية الحرب ضد المغرب ومورتانيا خلال الحرب اتجه كتير من سكان الصحراء لولاية تندوف غرب الجزائر وهناك تم إنشاء مخيمات للاجئين الصحراويين واللي موجودين فيها لحد دلوقتي وبيعتمدوا بشكل كامل تقريبا على المساعدات الإنسانية في 1978 حصل انقلاب عسكري في مورتانيا ضد الرئيس بسبب معاناة البلد من الحرب في الصحراء عشان يجي من بعده العقيد المصطفى بن محمد اللي أعلن انسحب مورتانيا من الصحراء اعترفت مورتانيا بحق الصحراويين في الصحراء الغربية وأعلنت تخليها عن مطالبها في المنطقة لكن الأراضي اللي انسحبت منها مورتانيا سيطرت عليها المغرب وضمتها لأراضيها بعدها بدأت في بناء جدار رملي بيمر من أقصى شمال الصحراء لحد أقصى الجنوب بطول حوالي 2700 كم عشان يفصل الجدار ده المناطق اللي بتسيطر عليها المغرب واللي بتشكل حوالي 80% من مساحة الصحراء وبتضم المدن الرئيسية ومعظم السكان والموارد الطبيعية عن المناطق اللي بتسيطر عليها البولوساريو واللي بتشكل حوالي 20% من مساحة الصحراء منظمة الوحدة الافريقية او الاتحاد الافريقي حاليا واللي المغرب جزء منها اعترفت رسميا بالجمهورية العربية الصحراوية وتم قبول عضويتها عشان كده احتجت المغرب واعلنت انسحابها من المنظمة رسميا في 1984 لكنها رجعت لها اخيرا في 2017 بعد حوالي 16 سنة تقريبا من الحرب انتهى النزاع المسلح بين المغرب وجابهة البولوساريو في 1991 بعد ما اتفق الطرفين على وقف اطلاق النار تحت اشراف الامم المتحدة مع وعد بتنظيم استفتاء خلال سنة في مدينة العيون اسست الامم المتحدة بعثة المينورسو عشان تكون مهمتها الاساسية هو عمل استفتاء في الصحراء الغربية بالاضافة لمرأب التحركات القوات المتواجدة في منطقة الصحراء الغربية سواء كان الجيش المغربي او الجيش الصحراوي اتبع لجابهة البولوساريو حصلت خلافات بين المغرب وجابهة البولوساريو على مين اللي يحق لهم التصويت على الاستفتاء المينورسو التابعة للامم المتحدة قالت ان سكان الصحراء اللي تم احصائهم من الادارة الاسبانية في 1974 هم بس اللي ليهم حق التصويت اما المغرب فتمسكت بتصويت كل القبائل الصحراوية اللي بتعيش في المنطقة وده ادى في النهاية لتعطيل الاستفتاء اتقدم اقتراح تاني بان الصحراء الغربية تنضم للمغرب ويتم منحها حكم ذاتي لمدة خمس سنين وبعد كده يتم اجراء استفتاء ويختار الصحراويين اما الاستقلال او انهم يفضلوا تحت السيادة المغربية وفقت المغرب على الاقتراح لكن تم رفضه من جابهة البولوساريو اتقدم اقتراح بتقسيم الصحراء الغربية ما بين المغرب وجابهة البولوساريو المنطقة الموجودة في الشمال والمعروفة بالسقية الحمراء هتكون للمغرب اما المنطقة الموجودة في الجنوب اللي هي اقليم ودي الزهب فهتكون من نصيب جابهة البولوساريو لكن الاقتراح ده تم رفضه من الطرفين المغرب اعتبارته اهتداء على وحدة العراض المغربية وجابهة البولوساريو رفضته لانها عاوز استقلال الصحراء الغربية بالكامل في 2004 استقال جيمس بيكر المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة وقال ان مفيش امل لحل مشكلة الصحراء الغربية في المستقبل القريب وفي 10 ديسمبر 2020 اعترفت امريكا بالسيادة المغربية على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء في مقابل تطبيع المغرب مع اسرائيل حاليا الجمهورية العربية الصحراوية بيعترف بها رسميا 38 دولة ولها عضوية في الاتحاد الافريقي لكنها مش عضو في الامم المتحدة ولا جامعة الدول العربية وفي نفس الوقت في دول بتؤيد مبدأ الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية عشان يفضل الحال على ما هو عليه ويفضل المغرب لحد دلوقتي بيسيطر على 80% من الصحراء وتسيطر جابهة البولوساريو على 20% من مساحة الصحراء في شارع افريقيا وبالتحديد في منطقة القرن الافريقي في دولة عربية تقريبا ملهاش وجود كل الدول العربية بيرفضوها رفض تام وما فيش اي دولة على وجه الارض معترفة بيها بشكل رسمي لو عاوز تعرف القصة اضغط على الشاشة اللي قدامك وتفرج على الحلقة كاملة بس كده صديقي منساش بقى تتفرج على الفيديوهات القديمة وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله سلام